لقيمة رح تظل عن تتحمل لقيمة رح تظل لك ساكت طيب انت ما إلك أي زنب بشي طيب فهمت اللي مين اللي دافشك أحكي مين وراك طيب رح قل لك عم بسمعك أنا اللي حطيت الخاتم بشنتاية مرتك رح أحكي لك اللي صار بسرعة خلاص صلمني للشرطة وبحلف رقني رح أحكي كل شي بعرفوه لا ما حزرت هلأ بدك تحكي كل شي طلعوا ما رح تطلع من هون قبل ما تمسكني الدليل بإيدي ما بدي عيد سؤالي ولا تحاول تلفوا الدور قل لي وين التسجيلات تسجيلات تبع كاميرت الصايخ وين اختفوا أحكي والله التسجيلات معنا معي كيف يعني معنا معك إذا معنا معك لكان ما مين الله عليك مو معي لو كانت معي كنت قلتلك بعد كل غراضي المستعمل الأبيع وكان الهارد بيناتهم يعني أي شغلة ما كانت بتتجل والصباح لا تواخذنا حقك علينا لو مو شي ضروري ما كنت زعجتك ومثل مع وعدتك رح نكرمك بالمناسبة الشرطة مسكت كل هدنت لرجال جوه فيه كثير كراكيم بتكون دوروا ما بعرف إذا رح تلاقوا اللي بتكون إياه مو مشكلة مندبر حالنا مندور للصبح بلشوا دوروا بصراحة ما بعرف وين ممكن تبلشوا أمير وين بده يلتقى كيف بدنا نلاقيه يمكن بدنا شهره ما نخلص ما بعرف كيف بدنا نبلش زفر من وين ما بدك بلش بس بده يلتقى بالنهاية اشتركوا في القناة 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 مهد هذا خربان ما عم يفتح لازم صلحه لأفتحه يعني اكيد بيزبط عالاغلبي بيتصلح بس هيك شغلة بدي كتير وقت قديش بده وقت تقريبا يعني فيك تقول تقريبا لصلحه واسحب البيانات اللي فيه وبدون ما ينضرب بدي اشتغل على مهلي بدي اشتغل على مهلي يعني بدي شي شهر طول بالا يمكن ما يكون هو رح جرب هات طيب ماشي يمكن هذا هو طلا هذا هو اللي عم تدور عليه بلى هو ظفر هذا هو ما بسدق الحمدلله ريحان رح تطلع قرب لأدام ماشي الفيديو تعشوب ظفر شوف كيف هالواطي عم بيحط الخاتم بشنتيتها هلا الدليل صار بييد والمجرم الحقيقي رح ينزت بالسجن فضل سيد امير شكرا شكرا